الحاجات دي انت مش هتصدق احجامها الحقيقية ده شكل برج الساعة في الحرم المكي لو انت شايفه من تحت لكن ماشاء الله هو ده حجمه الحقيقي بالنسبة لحجم الانسان ده شكل سلاسل الهلب او المرساة بتاعت السفينة لكن ده حجمها الحقيقي بالنسبة لحجم البشر كنت تتخيل انها ضخمة كده كط السنور البر المركض بالصدق ده شكله في الصور لكن في الحقيقة ده حجمه بالنسبة لورقة الشجر صغير جدا تقريبا في حجم الفور ده شكل جبل الجليد اللي عين في البحر لكن اللي انت شايفه ده هو الجزء العلوي منه فقط لان الحجم الكامل اللي جبل الجليد تحت المية اللي انت مش شايفه كبير جدا اضعاف حجم الجزء الظهر منه لوحة الموناليزة من اشهر واغلى اللوحات في العالم لكن كنت تتخيل ان حجمها الحقيقي صغير جدا تقريبا في حجم صنية الاكل كل شوية بتوع الفلك يقولولنا ان فيه كوايكب جاي يضرب الارض ونتاريق على الكلام ده لكن لازم نخاف لان ده هو حجم الكوايكب بالنسبة لحجم مدينة كبيرة